موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكم أعزائي المشاهدين وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من على ضوء القمر موطني موطني الشباب لن يكل لا همه أن تستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد لا نريد لا نريد ذلنا المؤبدة وعيشنا المنكدة لا نريد بل نعيد مجدنا التليد مجدنا التليد هذه كلمات النشيد الوطني الفلسطيني التي تغنت وتتغنى بها الأجيال الفلسطينية جيل بعد آخر ولكن شباب غزة وفتياتها في طفانهم المبارك قرروا أن يستقوا من الموت وأن يغردوا بالشهادة والبطولة والفداء على نحو لم يشهد التاريخ له مثيلا في حرب هي الأقذر والأسوأ والأشد على فلسطين المحتلة لكننا رغم ذلك نشبه فاكهة الصبر كما يحلو لضيفتنا أن تصف الحياة القاسية أنبتت لنا أشواكا نحب الحياة ونكره الاحتلال والقيدة والظلمة ونعيش لمقاومته وإزالته والقضاء عليها كان ثمة شارع على الحدود الشمالية والشرقية مع قطاع غزة مع الاحتلال الصهيوني ابتكر الغزيون له اسم شارع جكر وفي ذلك تعبير عن الجكارة أي العند أو العناد والبسالة التي تعتمل في صدري وشخصية الفلسطيني في غزة قبل الحرب وأثناءها وبعدها صورت ضيفتنا الكريمة ذات يوم من أيام الحرب مع ستة أطفال كلهم كان الناج الوحيد من عائلتها صورت مع حمزة الفرة الطفل الذي بقي وحيدا بدون عائلة ثم لحق بعائلته شهيدا بعد أن تسبب العدو في خروج الدود من جسده الطفولي الغض إثر حصار المستشفى الذي كان يعالج فيها صحيح أننا قد لا نحفظ أسماء أولئك الأطفال الشهداء لكن أقل الواجب أن نحتفظ ونحفظ قضيتهم أن نحملها وخزا يوميا في القلب والذاكرة أن نحولها إلى بارود وطوفان وعبور قادم بإذن الله ستتوقف الحرب ذات يوم لكنها لن تنتهي إلا بزوال الاحتلال وسنعود لنقرأ آيات الله بصوت الضيف وأبي عبيدة وكل مقاتل شريف حين افتتح معركة الطوفان بقوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة من برنامجكم على ضوء القمر مع ضيفتنا الدكتورة سمية أبو عيطة مرحبا بك أهلا وسهلا أخي الشاعر والصحفية الفلسطينية القادمة من غزة بعد أن قضيت هناك فترة من عمر الحرب اللعينة أهلا وسهلا فيك مرة جديدة أهلا بك أخي يونس شكرا لك وشكرا لقناة الرعد في دين على الاستضافة حياك الله دكتورة سمية يحدث في الحروب الكثير من القصص والحكايات والقضايا ولكن قبل ذلك أريد أن نتعرف كيف استعدت غزة مرارا خلال السنوات السابقة من الحصار والحرب والحروب المتتالية إلى لحظة تصمد فيها كل هذا الصمود الأسطوري الذي يتغنى به الناس الآن في كل العالم نحن نتحدث عن ستة شهور نصف عام بالتمام والكمال انتهت دون أن تتقطئ غزة أو تركع أو دون أن نشهد ثورة على المقاتلين مثلا أو دون أن نشهد انكسارا من المقاومة بفعل هذا الصمود الأسطوري ما زال الاحتلال يتخبط وقبل قليل أعلن عن انسحاب قواته من خان يونس ربما يحضر لرفح ولكنه سيحصد سفرا إضافيا في رفح كيف عشت في غزة قبل الحرب سألت كيف استعدت غزة إن كانت قد استعدت من الناحية العسكرية فكان الأمر سرا كبيرا ظهر وفاجأ الصديق قبل العدو إن كان في ما حدث يوم السابع من أكتوبر أن تباد فرقة كاملة فرقة غزة التي لطالما أجرمت بحق قطاع غزة في حروب متتالية وطالما قتلت من الأطفال والنساء والمدنيين والرجال كذلك بدون وجه حق كيف استعدت غزة عسكريا بأن تصمد كل هذا الصمود أمام 400 ألف جندي يزعم أن كثيرين منهم هم من وحدات النخبة جنود مدججين تحارب من ورائهم وبهم وأمامهم الولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك إلى اليوم يدخلون لم يحققوا أي من أهداف حربهم المعلنة حتى اللحظة بعد ستة أشهر جيش أكبر من الجيش الروسي الذي دخل أوكرانيا أمام مجموعات من الشباب تسمي نفسها كتائب القسام ومجموعات أخرى تحاول أن تصنع سلاحة بما يجده عليها أنفاقه وبما تجده عليها البحار أحيانا تصنع محليا تصنع في ظروف قاسية بعد قرابة عشرين عاما من الحصار هذا ما استعدت له غزة وعملت إن صح لنا أن نتحدث بشيء من الدينية في هذا الخطاب عملت بقول الله وأعدوا لهم ما استطعتم كان هذا ما استطاعته ولكنها حضرت كل ما استطاعته كيف استعدت غزة نفسيا لهذه المعركة يوم أمس كان هناك تخريج لحوالي خمسمائة حافظ وحافظة في مناطق شمال القطاع الذين لم ينزحوا إلى الجنوب نصف ألف من حفظة القرآن الذين يسردونه ولا أظن أن حادثة كهذه لم أشهد أنا على الأقل حادثة كهذه أو لم أسمع أن حادثة كهذه طريقة من سرد القرآن غيبا على جلسة واحدة جماعات نصف ألف من الحفاظ الجائعين الصائمين بعد ستة أشهر من الحرب يسردون القرآن غيبا هناك تربية نفسية قوية هناك تربية مساجد إن صح التعبير تربية قرآن وتربية حروب قبل أن تربي أهل غزة وأنا منهم وحضرتك منهم تعرف قبل أن تربيهم مساجدهم ربتهم إسرائيل غصبا عنهم ربتهم بالحروب ربتهم بالآلام والفقد المبكر ربت هؤلاء الشباب الذين دخلوا في السابع من أكتوبر أعمارهم تتراوح ما بين 25 و 35 أو 40 عاما كم كان عمره قبل 20 عاما حين بدأ الحصار على قطاع غزة حين رفض العالم كله الاعتراف بنتائج انتخابات فاز فيها جانب معين بـ 60% من انتخابات من هنا بدأت المشكلة طبعا بدأت مشكلة احتلال لكن هؤلاء كانوا أطفالا صغارا كان يمكن أن يكونوا الآن في مدارسهم في جامعاتهم في أماكن عملية وبعضهم لم يكن مولودا أصلا نحن نتحدث عن 20 عاما 20 عام من الحصار هذا في التاريخ المعاصر أضف إلى ذلك سنوات التهجير نحن نتحدث عن قطاع غزة أغلب سكانهم من المهاجرين أصلا الذين هجروا أنا من يافا المحتلة كثيرون مننا مهاجرون أكثر من نصف سكان قطاع غزة هم أصلا يعيشون في مخيمات نزوح ويطالبون من لدى أجدادهم بالعودة إلى بلادهم المحتلة الآن يعاد سيناريو الخيمة ظنا من إسرائيل بأنها بهذه الطريقة قد تقضي على الشعب الفلسطيني أو على مقاومة أو على أمله في العودة لا أقول إلى شمال قطاع غزة بل إلى يافا وحيفا ومدر المحتلة وهذا ما حصل في العبور في السابع من أكتوبر هذا ما حصل أعماليين الذي فعلته إسرائيل المجرمة في عام 48 من طرد الناس من المدن والقرى تقريبا 540 قرية دمروا وهجروا منها عاد الناس بالسابع من أكتوبر 2023 والآن يعاودون الخطأ مرة جديدة على الصعيد الشخصي دكتورة سومية كيف سقلتك غزة كيف قدمتك أديبة وشعرة كيف قدمتك صحفية أصرت على نقل يوميات الحرب وسنأتي إلى هذا بالتفصيل لاحقا كيف قدمتك هذه البيئة التي عشت فيها وعشت في أيام انتفاضة الأخصى بالمناسبة أنا دائما أقول أنا بنت غزة يعني في الجد والهزل في المزاح وفي مواطن الجد وفي الأمن والخوف دائما أقول أنا بنت غزة وكي مهاجرة بنت يافى أصلا لكن أنا بنت غزة أنا ولدت فيها ولدت وكان والدي معتقلا خرج من السجن يعني لو أردت أن أتخيل نفسي مثلا أن المولودة في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة هل سأكون ما أكونه الآن نحن أبناء بيئاتنا ما ذنبي أنا طفل فلسطيني ولد واتحدث فقط كحالة شخصية لتعكس الصورة لكن مثلي كل أطفال فلسطين ولد ووالده في السجن خرج والدي وأنا عمري عام ونصف أمشي لا أعرفه كثيرون مئات الألاف من الأطفال في قطاع غزة عاشوا هذا السيناريو سيناريو أن يفقد أن يفقد والده ويتفقد العائلة الكاملة تحدثت أن ستة من الأطفال ستة هؤلاء الأطفال الذين عينتهم وحدي شخصيا لقيتهم وتحدثت معهم وصورت معهم ستة من الأطفال ونجون وحيدون من عوائلهم ولم أبحث عنهم هم جاءوا إلى مشفى ناصر جميعهم في مشفى ناصر في خان يونس قس على ذلك كم من الأطفال ماذا تتوقع إسرائيل أو دولة الاحتلال أن يكون هؤلاء الأطفال بعد عوام دائما نقول أن التجارب القاسية تخرج إما أسوأ ما في الإنسان أو أجمل ما في الإنسان غزة بقسوتها أستطيع أن أجزم الغالبية العظمى من أهل غزة أخرجت فيهم غزة أجمل ما فيهم أخرجت إيمانهم أخرجت منهم قوتهم إسرارهم الفلسطيني الآن هو في الجامعات واسألوا زملائكم في الجامعات الفلسطيني الغزي تحديدا في جامعات الوطن العربي والعالم دائما في الصدارة هو يحفر في الصخر كما يحفر مقاوموه الأنفاق من باطن الأرض وينشؤون مدنا جديدة وشوارعا جديدة بدلا من شوارعهم التي تهاجمها إسرائيل وتمحوها بالجرفات وبالدبابات الطالب الفلسطيني في جامعته هو يحفر بالأظافر وبالأنياب وبالمخالب ويجوع لكي يكمل دراسته الأستاذ الفلسطيني أي عامل في مكانه غزة أخرجت فينا مرها أخرج منا أحلم فينا جعلتنا أشداء أقوياء قساء أحيانا خشنون كثيرا في طباعنا ولكننا طيبون للغاية صريحون للغاية في مجتمعات أخرى أو شخصيات أخرى بخلاف الشخصية الغزية أو الفلسطينية تجد هناك من يقدم المجاملات أو يستطيع أن يجامل أو ينمّق كلامه أو أحديثه في الحديث مع الآخرين الفلسطيني لا كما نقول بالعامية يدبها دب يتبوشك في وجهك لكن ما سيتبوشك في غيابك لن يخذلك من ورائك ولذلك بقي هذا الحنين لغزة الذي لا تعرفه أنا خرجت من غزة منذ أكثر من إحدى عشرة سنة للدراسة أقمت في ماليزيا لأعوام طويلة ثمانية أعوام وأقمت الآن أقيم في إسطنبول للدراسة والعمل لكن هناك شيء مغناطيسي يجذبك إلى غزة يوميا على مائدة الإفطار كل يوم لا يهنأ لك طعام وأنت تقول كيف أكلت الآن وأهلي لا يأكلون أرضعنا أطفالنا غزة منذ الصغر للطفل الثلسيني هذا السبب الذي كان العام الذي كان سببا في عودتك إلى غزة في السابع من أكتوبر كنت تجاهزين حقيبتك للعودة كنت أقدم للحديث عن ذلك نعم وأنا سبقتك حتى أستثمر الوقت لأنه وقت قصير مع الأسف هذا شيء غريب يعني في العادة الناس يغادرون أماكن الحروب وهذا شيء طبيعي يعني العيبة فيه ولكن أنت قررت أن تعود وكنت في المطار وقررت أن تصل إلى غزة وفعلا دخلت غزة في الثامن من أكتوبر في اليوم التالي حتى منذ كنا أطفال هكذا حين يقصف أي بيت مثلا نذهب إلى المكان حتى في الفيزياء لما كنت في الثانوية أحفظ الإشعاع المغناطيسي من الموجب والسالب كيف تتجه الأشعة إلى الشحنة الموجبة كنت أقول نحن الفلسطينيون دائما نذهب إلى مكان قصف نذهب لننتشر الناس هذا عمليا حقيقي أنا كنت أرى الناس تذهب فعلا الناس تهرع إلى المكان وفي مرات كثيرة يعاود قصف المكان للأسف بتجمع من المدنيين لست بدعا من الناس أنا واحدة من قومي كثيرون من الصحفيين تمنوا ذلك لو استطاعوا في اليوم الآخر الأول لكن إسرائيل قصفت المعبر في اليوم التالي وتمنع حتى الآن دخول أي صحفي دولي إلى داخل قطاع غزة أنا كنت محظوظة كثيرون يقولون ما الذي حدث لماذا ذهبتي أحيانا أجيب أقول الواجب الصحفي والواجب لكن في حقيقة الأمر أنا لا أعرف أنا لا أعرف هناك مغناطيس هناك شيء حدث حين جننت في السابع من أكتوبر لكل الذي حدث شيء من الأدرينالين اخترق كل شيء فيها وقال لي هيا إلى المطار ذهبت إلى مطار إسطنبول وحتى تذكرة الطيران الأولى قالوا لنا المعبر رفح مغلق واضطررنا لشراء تذكرة جديدة في الليل لكي ندخل يوم الأحد وندخل إلى غزة كانت لحظة تاريخية ونسبة لي من اللحظات المقدسة في الحياة هناك لحظات لا تعد على أصابع اليد الواحدة من اللحظات المقدسة في الحياة تلك كانت لحظة مقدسة لا أندم عليها إن دمت أندم على اللحظة المعاكسة تماماً حين اضطررت للخروج من نفس المعبر مرة أخرى للخروج من غزة وهي لا تزال تتعرض لهذا الإبادة الجماعية المدة التي قضيتها في غزة ليست مدة قصيرة بكل المعايير كانوا ستين أنت قضيت ثلث المدة الآن نقول ثلث المدة شهران من ستة شهور الآن هناك نحن نتحدث عن ستة شهور كاملة انقضت وفي هذين الشهرين كانت العمليات العسكرية والقصف كان شديداً جداً 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 ومركزاً خاصة في مدينة غزة وبين المعاينة التي عينتيها والمشاهدات التي شاهدتيها والأثر الذي ترك فيك محفوراً لعلك عاشت حروماً كثيراً قبل ذلك في قطع غزة لكنها كانت بماذا نصفها؟ كانت مجرد مسحة بالنسبة لهذه الحرب الإجرامية كيف يمكن أن تصفي تلك المرحلة؟ هو عطفاً على قصة الجكر العودة من إسطنبول إلى غزة كانت جكر والعودة من جنوب غزة إلى مناطق الشمال كانت كذلك جكر يعني في الأيام الأولى الجيش الاحتلال حذر جميع وسائل الإعلام جميع شركات الإنتاج التوجه إلى الجنوب بعد أسبوعين توجهنا إلى الجنوب إلى مشفى ناصر الطبي بحكم أنه لا يوجد مزود للخدمة أنت مرتبط بشركات الإنتاج التي هددت بشكل مباشر ومعظمها نزح إلى الجنوب نزحنا إلى الجنوب بعد ذلك حاولنا التنسيق مع القناة التي أعمل فيها قناة أرتي عربي بضرورة العودة مجدداً إلى الشمال حتى لو مع شركة إنتاج جديدة نجحنا في أن نعود أسبوعين إلى الشمال بعد أن نزح الناس إلى الجنوب حط إلى مشفى الشفاء مشفى الشفاء الذي اختفى الآن عن الخارطة تماماً لا أدري ما معنى أن يعمل مشفى هو الأضخم في غزة هو الأول في غزة بأقل أقل أقل الإمكانيات يعني أنا توضأت في مشفى الشفاء بالمياه الموجودة هناك المياه هي مياه البحر لا أقول هذا مجازاً حرفي هي مياه البحر بسبب انقطاع المياه حولت إلى المشفى شفتي من الداخل فمي انسلخت جلدته بمجرد المضمضة في الوضوء فأنا لا أدري مياه ملوثة بهذا القدر ومالح طبعاً الحديث عن المياه الآن في مشفى الشفاء شيء من الترف والمزاح كما قلت بعد أن مورسة جرائم وما خفي أعظم حقاً يعني كثير من القصص والجرائم رأيت الفيديو الذي عرضته الجزيرة لاستهداف مسيرات الاحتلال للأربع شبان الذين يمشون تحولوا إلى رذاذ إلى شقف صغيرة متفحمة كم من الجثمين كم من الشباب كم من الأطفال والعوائل الذين استهدفوا بنفس الطريقة الآن ولا يعلم ذوهم عنهم شيئاً أذكر أخي يونس أن الأرقام المعلنة حتى الآن لأعداد الشهداء الأربع وثلاثون ألفاً هذه هي الأرقام المسجلة هذه هي الجثمين التي وصلت إلى المستشفيات إما بأسماء أو بأسماء مجهولين ونجحت السلطات الطبية في إحصائها لكن ماذا عن عشرات الألف دون مبالغات الذين لا يزالون تحت ركام من منازلهم وبعضهم من عوائلنا ومن أقاربنا ومن أصدقائنا والذين نعرفهم وأبناء حارتنا لا أتحدث عن كأني في كوكب آخر أنا بنت هذه البلاد وأدرك لم يجري انتشارهم وبالتالي لم يجري إحصائهم لم يجري ولن يحصوا ولن يحصل نحن نتحدث عن دعاء جد الله مثلاً شقيقة الزميل علي جد الله وهي إحدى قريباتي لا تزال إلى الآن من الأسبوع الثاني للحرب تحت الركام أنا متأكدة أنها تحللت فهل لا يوجد هناك طريقة أصلاً لانتشارهم والآن خرجوا لنا ببدعة هذا الميناء أو الرصيف البحري الذي يبنى بركام المنازل الذي لا يزال يحتضن جفامين وبقايا جثامين شهدائنا وأبنائنا فهذا أمر أنا لا أدري قراءاتي المتواضعة للتاريخ المعاصر أن هذا الأمر وهذه الإبادة لم تحدث في أي مكان في العالم لذلك وأنا أحدث نفسي صباحاً نرى أن العواصم الغربية أكثر شجاعة من العواصم العربية اليوم يبدو لأن الرهان على الحرية الشوارع الحرة بإمكانها أن تقول ما تشاء لذلك ولأننا ثوريون ولأني بنت غزة كما أقول ولأننا أبناء غزة أطالب برفع السقف بالخطاب حين تتحدث وزارة الصحة عن أن ثلثي الشهداء هم من الأطفال والنساء وأنا أمثل نفسي في هذا الكلام ما معنى أن الثلث الآخر كأنه ليس ثلثاً ليس معدوداً لا نحن نطالب بليس فقط دفاع العالم عن الأطفال والنساء نطالب بدفاع العالم عن الأبطال الخارقين الذين يحاربون الآن الذين يواجهون محتل وهذه هي بهذه البساطة هذه المعادلة هناك أطفال شاخوا في عشرين عام فصاروا أبطالاً مقاومين يحاربون قوة احتلال لا يكاد شيء يتبحها حتى حلفائها الآن نعم ماذا يعني أمام هذا العالم الظالم أن بايدن بعد ستة أشهر وضع كما قالت الصحف حذاءه أخيراً على الطاولة لأن أحداً من العمال الدوليين قتلوا الذين جاءوا لخدمة الشعب الفلسطيني قتلوا وكأن 34 ألفاً محصون وأضعافهم لا يزولون تحت الركام ليسوا بشراً كأنه يقول ما قالته إسرائيل في الأيام الأولى في العاشر من أكتوبر بأننا حيوانات بشرية هذا كلام صحيح لذلك التعامل مع هذا العالم بقانون الغاب باللغة التي يفهم هي حق مشروع كما يحق للأوكراني أن يحارب الأمريكي الآن للروسي الآن كما يحق لأي قوة تقع تحت الاحتلال قوة مدنية حتى هؤلاء المقاومون وإن تسلحوا بما استطاعوا عليه لا يزلون مدنيين مقاومون مدنيين يحاربون في مخيماتهم وهم أطفال شاخوا أقول في هذه الحروب العينة نعم نكتور سمية أنت تحفظين جغرافيا القطاع مثل ما أحفظها ودائما أحاول أن أتخيل كيف تصارت الأمور في هذه الحرب يعني في الماضي في الحروب السابقة كان الاحتلال يقوم بالقصف المركز المحدود لأماكن معينة وما إلى ذلك في هذه الحرب اتبع سياسة أخرى مختلفة تماما مربعات كاملة أزالها هناك في اليوم الواحد في بعض يوميات الحرب سمعنا عن أكثر من ألف شهيد وأحيانا ثمانمائة أو خمسين شهيد وبالتالي نحن نتكلم عن سياسة جديدة حولت القطاع بعد استخدام سياسة الأرض المحروقة إلى قطاع مباد قطاع يعني خاء ممسوح وبالتالي كيف عاش الناس في المدة التي عاشتها في غزة قبل أن تخرجي كيف عاش الناس في هذه الظروف عواضا عن سؤال التالي الشق الآخر من السؤال عن كيف عمل المقاتل في هذه الظروف لو سمحت شوف هو إسرائيل انتصرت في هذا في قلة الأخلاق يعني العربي كان في الشعر العربي يفاخر بفروسية الخصم يعني نحن لا يشرفنا أن تكون عدوتنا إسرائيل أخرجوا لنا أكثانا من قريش هكذا قال الجاهليون أخرج لي رجلا نبيلا لكي أقاتلها بأخلاق الفارس يعني إسرائيل في قلة الحياء دعني أقول في قلة الأخلاق في الوحشية والهمجية وفي العدوان على الضعفاء وهذا ضعف للأقوياء لقد انتصرت انتصارا كبيرا كأنه لم ينتصر مثله في التاريخ إلا قليلون كأنها هولاك الجديد انتصرت إسرائيل على المشافي نعم انتصرت إسرائيل على الجياع وعلى بطون الجياع وعلى الأطفال انتصرت على الأباء الذين يسعون لجلب أكياس الطحين لأطفالهم نعم انتصرت ويتحولون إلى محملين على المشافي انتصرت على القبور انتصرت إسرائيل انتصرت على الموت انتصرت إسرائيل على الشوارع انتصرت على الذكريات انتصرت على الجمال بقبحها نعم نعم انتصرت على الجمال كل شيء في غزة أنا زرت غزة في العام الماضي بعد عشر سنوات من الغربة ورأيتها والحمد لله أني رأيتها ورأها أطفالي غزة كانت جميلة رغم الألم رغم كل شيء حتى الناس الآن تعرض صور بيوتها قبل السابع أكتوبر وبعد ويسألوني الأصدقاء أنه عندكم بيوت بهذه الطريقة في غزة جميلة وفاخرة نعم بيوتنا أجمل ما نملك الغزة لا يمتلك إلا بيتها والبحر ولذلك تفننوا بالجبس والإضاءة والديكور وتفاصيل البيوت وغرف الأطفال والديهان بيوتهم كانت جناتهم كانت ممالكهم والآن فقدوها فقدوا كل شيء كيف تعايشوا كيف صبروا والله يا أخي يونس أنا لا أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال شيء من الغيب شيء من القوة النفسية مخلوقات أخرى تخاف وترتعب وبشر ويتألمون ويتجرون ويشتمون ولكن بعض القصص كانت إحدى النساء في مشفى ناصر الطبي كانت امرأة لا تزال نفساء طفلها لم يبلغ الشهر بعد ولديها أربع من الأطفال آخرين كانت تعد الطعام للعائلة لما دخل الأب كان يجلب الماء تجمع الأطفال نحو أبيهم باغتهم صاروخ قتلهم جميعا وبقيت هي حية حتى أجروا لها بعض العمليات أخذوا أجزاء من الفخذ ووضعوها في أماكن أخرى من الجسد وهذه السيدة فقدت كل شيء البيت والأطفال جميعا فطمت صغيرها بالموت لا تزال ترضعه ولما قالت لي رأيتهم في الجنة وهم بخير وأولادي بخير الأمر يعي العقل مجرد التفكير في كيف يصبرون لا أعرف إحدى صديقاتنا وهي الدكتورة الشعرة ألاء القطراوي ألاء فقدت جميع أطفالها الأربعة وأنا كنت أعلم قبل أن تعلم بأسبوع وأسألها كل يوم لعلك تعرفين أخبرني من مصدرين أن البيت مهدم فوق كل من فيه والجثامين العائلة بمن فيها الأعمام والأطفال بدأت بالتحلق وأسألها ولا تصدق لا تصدق ثم الآن نراها ترثي بكل بأسلوب معجز ألا تكتب الآن ترثي أبناءها بالقصائد لا أعرف كيف استطاعت أن تفعل ذلك أنا في غزة لم أستطع أن أكتب قصيدة واحدة لم أكمل قصيدة حاولت كتبت شيئا حين عدت حاولت أن أكتب شيئا لم أستطع هي رغم كل هذا الألم أنت أب تعرف والناس الأباء يعرفون ما معنى أن تفقد الولد ما معنى أن تفقد الطفل فقدت الأربعة الأربعة فقدتهم وإلى الآن حتى لم تستطيع أن تصل إلى جثمينهم لا يزالون يتحللون تحت ركام بيوتهم أطفال ألاء الأربعة هؤلاء لم يسجلوا ضمن أرقام وزارة الصحة ومع ذلك تراهم صابرين وهنا دعني أوجه تحية لكل سيدة فلسطينية وفتاة فلسطينية لا تزال ترتدي حجابها منذ ستة أشهر في خيمة وليس أمامها مرآة أنا واحدة من فتيات كنت حين أخرج على مداخلات على الهواء مباشرة لأجد مرآة لأجد ماء لأخسي الوجهي أقف أمام الكاميرا وأسأل المخرج هل يبدو علي أني لم أخسي الوجهي مرآتي كانت الكاميرا تحية لكل سيدة كانت مدللة لا تستطيع أن تحمل كيسا يحمله عنه رجالها وأصبحت الآن توقض الحطب على الرصيف وفي الشوارع هذا الزلزال الذي حدث يعني هو ما جرى في السابع من أكتوبر طبعا وحده قصة مختلفة يعني أنا أتمنى أن يأتي اليوم ونحن مكلفين بسرد هذه الرواية السردية الفلسطينية يعني نحن من حراس هذه السردية التي يجب أن نحافظ عليها ما جرى في السابع من أكتوبر لن تمحى آثاره في ذاكرة ووجدان إسرائيل إلى الأبد إلى أن تزول إن شاء الله تعالى وما جرى بعدها أيضا أحدث زلزالا على مستوى الإنسان في العالم كله والبشاعة الصهيونية التي تفضلت بالحديث عنها حتى هتلر لم يسبقهم إلى ذلك وصنعوا أسطورة من الهولوكوست وما إلى ذلك ويخيفون العالم كله الآن بمصير اليهود وما إلى ذلك مع أنهم يفعلون بالشعب الفلسطيني أكبر بكثير مما فعله هتلر بهم السؤال عن البعد الإنساني عما تركته هذه الحرب ما الذي غيرته فينا أنت قلت قبل قليل بأن الناس كبرت شاخت فقدت أوزانها فقدت أحلامها فقدت مستقبلها في الحقيقة نحن نشعر بذلك على بعد أميال وهذه فرصة لكل إنسان ليس ضروري أن يكون فلسطيني ممكن أن يكون غير فلسطيني غير عربي غير مسلم حتى أن يقف مليا عند هذه اللحظة شوف هو استخدام عداء السامية أو محرقة بحق اليهود حج عليهم لا لهم صاحب الجرح هو أولى الناس بالإحساس بجراح الآخرين لا أن يتذرع بجراحه لكي يقطع كل الناس ويبتر كل الناس صاحب الجرح هو الأكثر حساسية تجاه الآخرين فهذه حجة لهم يعني رغم ما حدث لهم في المحرقة هم يحرقون الناس كيف لو لم يحدث هذا لهم كانوا أكثر إجراما وأكثر وحشية كنت أقول أن ما حدث أيضا لم يكن زلزالا يعني ليته كان زلزال كان انتهى في دقائق واستطعت أن يساعدك العالم كون الكارثة كارثة طبيعية وليست رب الكون هو الذي رب الدول العربية ورب المنطقة نعم لكن الزلزال الإنساني والزلزال الأخلاقي الذي أقول أمامه بوهت الذي كفر حتى الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع حتى اللحظة الدفاع أو لا تستطيع أن تتمالك نفسها أمام ما تفعل إسرائيل كأننا صحيح فقدنا عقولنا في اليوم الأول ولكن إسرائيل فقدت عقلها ولم تستطع أن تعود إلى عقلها حتى الآن لذلك تفكر عنها الولايات المتحدة الآن كأنها بالأب الذي يقص على ابنه أو يضربه لكي أعد إلى رشدك يا فتا تصرف أنت تفقد كل حلفائك الآن في العالم وأعود وأكرر نحن نراهن على العالم الحر أكثر من العالم العربي والعالم الإسلامي نراهن على الخير في الضمائر الإنسانية وفي الناس وفي الشعوب وفي الشوارع الحية هؤلاء الناس الذين لطالما شوه الفلسطيني وصور إليهم على أنه إرهابي أو على أنه هذا أبو لحيا الداعشي المجرم صورة الجد ريم الفتاة نسفت هذه الصورة صورة المقاتل الأنيق نسفت هذه الصورة والعالم الغربي يحتاج أن يخطب بهذه القوة هو يؤمن بأن القوي صاحب الحق والضعيف صاحب الحق عليه أن يدافع عن حقه هو يؤمن بهذه المبادئ مبادئ أنه قوي أو صاحب حق ولكن لا نملك فلا نستطيع هذه أظنها من مبادئ المنطقة أما نحن حتى في أفلام الكرتون منذ كنا صغارا في أفلام الكرتون كان هناك دائما السوبر هيروز والأبطال الخارقون وكان هناك الأشرار أعود وأقول إن لم يكن الأشرار هم أرباب المحرقة الآن والأخيار والأبطال الخارقين هو هذا الذي لا يملك إلا شجاعته هو سلاح اللوذي الذي صنعه بيده فمن؟ إن لم يكن حتى كنت أظن قديما أن الشرير لا يقول عن نفسه أنا شرير إلا في أفلام الكرتون إسرائيل تقول عن نفسه أنا شريرة تقول حيوائك العالم كله سمع قالت حيوانات بشرية في الأيام الأولى قالت ذلك تقتل وتقول نعم قتلنا تهاجم المشافي مشفا تلو مشفا تلو مشفا بطريقة منظمة وممنهجة لا يمكن لأحد أن ينكرها الآن مشافي قطاع غزة مسحت بالكامل منظر مشفى الشفاء الجغرافيا الشوارع كلها لذلك أعتقد أنه لا خير لا خير بالمعنى المطلق بمعنى الخير الذي تعلمناه في أفلام الكرتون حين كنا صغار الخير البريء لا براءة ولا خير في أحد من بايدن إلى أصغر مواطن أمريكي من أي زعيم أوروبي إلى أصغر مواطن مسلما كان أولا دينيا لا خير فيه ألبتة حين تصله السورة هذه ويصله أشلاءنا والدمى الصغيرة في أياد أبنائها كالدمى جميلة يا الله حتى وهم مقتلون لا خير فيه إن لم يقف الآن صفا قويا بثم الآن مع المقاومة ليس مع المدنيين فقط مع المقاومة ضد هذا الاحتلال الفاشي تعرفين ما الذي يضايقهم ويصدمهم حتى الآن منذ ستة شهور هو قدرة الدم الفلسطيني المعاند على الصمود الدم الفلسطيني الحار ما زال قادرا على كسر هذه الغطرسة والعنجهية الإسرائيلية يعني كما تفضلتي وأنت تتحدثين كنت أتخيل الجرائم المركبة بعضها فوق بعض التي يقوم بها الأعدو الصيون يعني اقتحم الشفاء في المرة الأولى قتل الناس ثم الناس اضطرت لدفن الشهداء داخل باحات الشفاء وعندما عاد مرة جددة ارتكب مجزرة باشعة أيضا بالشهداء المدفونين وهكذا وأحيانا يحرق الجثث وأحيانا يعذبها وهكذا يظهر أبشع ما لديه ما رأيك أن نتوقف قليلا ونتجه إلى الشار لأن الحديث ولا نبتعد كثيرا عن الشعر يعني أنا أن كنت سأشارك حضرت هنا شيء كتبته حتى على هاتفي يعني تشعر أنه حتى الصحافة حتى الأخبار تصل في بعض الأحيان ونحن إنسان يعني يأس ويأقوى هناك قيمة تصل أنه لا قيمة ماذا ذلك أفعل بالشعر أي كلام هذا أي كلام أنت تصلك صورة لأبني لو شاكته شوكة أريد أن أحرق العالم كله أمام شوكة فتصلك صور لأطفال لتوائم تقتل لعائلات فماذا ستفعل الكلمة اللي لم تفعل الصورة اللي لم تفعل صرخات الناس اللي لم تفعل الأرقام تصل إلى أحيانا حالات من الجدوى أحيانا حالات من الضعف لذلك قبل شهر نعم كنت قد قلت أنني لم أعد أؤمن بالأشعار منذ أن قتلوا هبة وهبة أبو ندا هي صديقة تعرفها جيدا شاعرة فلسطينية قتلت بينما كنت في إحدى الليالي في مجمع ناصر الطبي في خان يونس وقتلت في خان يونس كانت قد لجأت إلى بيت عمتها استهدف البيت فقتلت فذهبت أبحث عنها وعلها أتت إلى مجمع ناصر بين الجثامين قيل لي أنها ذهبت إلى مشفى الأوروبي في مكان آخر كانت هذه لحظة مصرية هيبة كانت جميلة وخطامها إنساني أنا عن نفسي في ثوري في أغلب الأحيان لكن هيبة الأكثر وداعة والأكثر براءة والأكثر إنسانية والأكثر عالمية التي كتبتها في أيام الحرب الأولى كتبت قبل أيام من استشهادها قالت الجنة مكتظة بأهل غزة وهناك غزة أخرى في السماء ليس فيها قصف وكتبت قصيدة ترقي بها غزة أبيات قالتها في غزة كأنها رقية شعرية فأنا لم أعد أؤمن بالأشعار منذ أن قتلوا هبة لم يعد عندي من الأقوال إلا الملهبة هذه الكلمات حقا متعبة كل لحظات حياتي مذنبة يا صديقتي الجميلة يا صديقتي الشهيدة هل من أمة في الأرض إلا نحن تغتال القصيدة كان لي صوت يغني كان لي أحلى لسان كان مني كانت الأشعار تجري كالمياه ولم تخني غير أني ضعت من نفسي كما ضاعت بلادي وخفى ما لم يكن يخفى عليكم وبدى ما هو بادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي لم أعد أستطيع أن أكتب أو أحكيه كل ما أرجوه أن أشتم أو أبكي كان لي عقل وطار كان لي قلب ولكن نبشوه في المقابر جوعوه في الحصار كان في صدري يقين قبل أن تفتك بالأطفال أكياس الحليب قبل أن تفتك بالأطفال أسلحة الحليب وتعدم الآباء أكياس الطحين كنت أنثى لا تخاف قبل أن يأكل أهل الموت والأعلاف ويقادوا للمسالخ من بطون صغارهم ويساقوا كالخراف قاتل الله القصائد والأغاني والكلام ليس تغني عنك يا ذات السنين الخمسي ويح نفسي ويح نفسي قتلت هند من الخذلان قبل قذيفة الدبابة والعصابة نفسها نفس العصابة كل زنديق يطلق في مواجعنا كلابة أي قانون لهذه الغابة بعد أن صارت خرابة يا فلسطين الصليبة يا فلسطين الحبيبة قاتل الله القصائد والأغاني والكلام كل حرف لا يكف النار عن أهلي ويذيقهم خذلانه موتا على مهل كل صوت ليس يلجم بطش أبناء الحرام قاستل الله القصائد والأغاني والكلام كل القصائد باردة إلا التي لم تنتشل اليوم من تحت الركام إلا التي لولا حزام النار ما نزحت هناك من الخيام إلى الخيام إلى الخيام قاتل الله القصائد والأغاني والكلام ما دام شعبي كل يوم كل يوم هو في يوم القيامة ما دام لم يكسر صيامه ما دام بحر خيانة في ظهره والموت في أحشائه وأمامه ما دام قد قتلت أمام الكون هند إن هذا الكون ملعون وليس سوى قمامه قاتل الله القصائد والأغاني والكلام ما دامت الغارات تنهش لحمنا في الليل ليس تكف والهم يغز روحنا والقصف قصف تمحى ملامحنا كما تمحى البيوت والحي ميت لا يموت ما دام تغتصب البنات بناتنا فيصير أمنية لهن الحتف ما دام أحلام الصغار رغيث خبز ليس يشريه الدمى والخوف إيه قاتل الله القصائد والأغاني والكلام يصح الصغار ويفطرون على الجرائم في الغرب تنتفض العواصم ومدائن الأغراب ومدائن الأعراب ترقص أو تغني والعهر فيها ألف فن ألف فني فكيف لا تنهال في أشعارنا هذه الشتائم قاتل الله القصائد والأغاني والكلام قاتل الله البلاغة والعبارات القوية ليس تنفع في زمان الموت إلا البندقية أحسنتي لا فضفوكي وأنا قبل أن تلقي هذه القصيدة كنت أفكر ذات مرة قرأت منذ سنوات طويلة من كتابات محمد المغوط قالوا له مرة أن هناك بيتاً مكسوراً في الوزن الشعري قال لهم وماذا يعني؟ ماذا يعني أن يكون هناك بيت مكسور طالما أن عظامنا مكسرة تكسرها الاحتلالات والأنظمة القمعية وطالما أن هناك جوع وآخره ودائماً أتذكر على هذا النحو الذي تفضلت به طبعاً هنا يجب أن نضع الكلمة في نصابها ونقول أن هذه الكلمة تبقى وستبقى هي الأقوى وفي البدء كانت الكلمة ومهما على تيار الدم وصوت القذائف والبرود سيعود للكلمة التي تفضلت بالحديث عنها في مقابلة سابقة قلت أنك كنت تسمعين أو تستمعين إلى بعض الآيات بصوت الضيف وصوت أبي عبيدة كأنك لأول مرة تسمعين هذه الآيات أو تقرأينها فالكلمة تعود لجوهرها وآلاقها مهما طال الزمن واسمحي لي هنا طبعاً شجعتين أقرأ أبيات من قصيدتي لكن ليس الآن في وقت لاحق قصيدة العبور كتبتها من خمسين بيتاً بعد توقف طويل لكن السؤال الذي أريد أن أسأل عنه كيف يمكن لصحفي مؤرخ أديب كاتب نخبة أن يؤرخ لما حصل ما حصل أكبر بكثير من الاستيعاب أولاً ثم من التأريخ له قبل قليل أعجبت جداً لفتة عندما تكلمت بأننا لا يجب أن يكون خطابنا بهذا الشكل نتكلم عن 13 ألف طفل مثلاً عن عشرة ألاف امرأة شهيدة ونقول وكأننا نقول لهم معكم حق في استهداف الآخرين تماماً وحتى الرجل المقاتل هو رجل عظيم جداً ويجب أن نقدر وندافع عنه وليس نقول أكتله فكيف نؤرخ لهذه المرحلة كيف نكتبها كيف نصورها كيف ننقلها أنا أعرف أنه سؤال طويل وكبير ولكن نحاول أن نتدارس هذا معاً لدي في مكان الذي أعمل فيه قالوا لي أكتبي شيء من ولو مذكرات على شكل سلسلة من المقالات المتتابعة حتى اللحظة لا أستطيع أن أكتب فقرة واحدة أو أول خطوة أن يحتفظ هذا الصاحب الشهادة دعنا نقول بيحتفظ بعقله أولاً أمام كل ما يرى والحرب لم تنتهي بعد نحن لا نزلنا تلقى لا نزل في مرحلة أن يدخل كل هذه في كل نشرة أخبار يا إلهي في كل نشرة أخبار هناك جرائم جديدة يحتاج محرر الأخبار إلى تحريرها لا يكتفي بإعادة مقيل في النشرة السابقة بين الساعة والساعة هناك جرائم لذلك هذا الهول من الإنبوت سيكون أمامه هولاً آخر من المخرجات تحتاج أن تنضج الوقت الآن للأخبار والصحافة والتوفيق والأرشفة بالصورة قدر الإمكان لكن سيكون هناك مخرجات إن على صعيد العقول أنا نفسي أحاول أن أكتب رواية أضع فيها بعض الملاحظات فقط لكي لا أنسى استحضارها أقصد في وقتها المناسب لكن سيكون هناك الكثير من فيما أظن الأفلام التي تهز العالم هوليوود بكل قوتها وسلطتها وجبروتها دولة هوليوود دعني أقول استطعت أن تبني أيديولوجيات فكرية في عقول العالم وترسخ أسواء قصة صنمطية نحن لدينا الآن قصصنا ولدينا الآن أفلامنا الحقيقية الموثقة بصورنا وبكاميراتنا بكاميرات الشهداء والضحايا نحن الشاهد ونحن الموثق ونحن المنتج ونحن المصور ونحن كاتب القصة ونحن القصة ستكون هناك قصص ستكون هناك روايات ستكون هناك شهادات لكن دعها تنضج بالعادة الأشياء السريعة تحتاج إلى سرعة كنت أعني أيضا أنه على المشتوى العام يجب أن نجتهد ونبحث عن طريقة الآن ولا يكون لدينا أسطوبنا الخاص ويجب أن نغير شيئا حتى هذه اللحظة على الرغم من تفوق الرواية والسردية الفلسطينية بمصداقيتها وبأخلاقيتها العالية وقلة الأدوات والمحاربة نعم ولكننا نصل ونيتنياهو يشكو من ذلك يقولهم على السوشيال الميديا منتشرون رغم أنه يحاصرون في كل مكان لكن أنا أقصد أنه يجب أن نبتكر ونشترح شيئا جديدا شبيها بما حصل في السابع من أكتوبر يعني هؤلاء العباقر الذين قاموا بالسابع من أكتوبر هم منا وفينا جزء من شعبنا جزء من أمتنا دعينا نقول لأننا نحن لسنا منفصلين هو نيتنياهو يريد أن يفصلنا والكيان الصهيوني عن أمتنا العربية والإسلامية ولكننا نسنا منفصلين بهذه المناسبة كيف تتوقعين أثر هذه الحرب على الأمة وفقا لرؤيتك ودراستك في هذا الموضوع هو رسول الله يقول الخير فيه وفي أمته وإن قال فقد صدق ولكن لعله في زمان غير زماننا أو في مكان غير مكاننا أنا لن أجامل في هذا العتب كبير جدا على كل إنسان في هذه الأمة كنت أحدث نفسي لأجيب كيف تكون لنا سرديتنا الخاصة أن لكل إنسان فينا سابعه من أكتوبره الخاص ثورته حتى على نمطياته وعلى حدوده أنا قديما كنت أحاول قدر إن كان أن أدافع عن المدنيين كصحفية لكن اليوم لماذا تكون الصحفية الأمريكية فلان أكثر شجاعة مني أنا صاحبة القضية أنا الآن أدافع عن محمد الضيف شخصيا أدافع عن المقاتل الأنيق شخصيا عن هذا الذي قفز وقال ولعت شخصيا عنهم في الجنة أو إن كانوا أحياء كل واحد فينا عليه أن يكون له سابعه من أكتوبره هذا الذي تبيّر فيك هذا تغير فيه وأنا دائما أقولها أحيانا مزاحا وأحيانا جدا حتى وأنا أمارس عملي يسألون لماذا هذه الكلمة مثلا أجزتيها هذه الكلمة لم تجزيها كسكريبت أدتر أقول ما بعد السابع من أكتوبر ليس كما قبل السابع هذه قانون وليتني والآن جاءتني الفكرة أضعها برواز أو جدارية في منزلي واما معيني وفي كل مكان ما بعد السابع من أكتوبر ليس كما قبل السابع من أكتوبر هذا الحدث الأضخم والأكبر والأقوى والأشد عنفاً والأشد إثارة للجدل حتى عالمياً وفلسطينيًا ومحليًا وفي كل مكان هذا الحدث ما كان قبله ليس كما بعده أطفالنا قبله ليسوا كما بعده غزة قبله ليست كما بعده حتى إسرائيل المارقة قبله ليست كما بعده وإسرائيل ليست بعده دكتورة سمية بقيت أربع دقائق سأستثمرها في دقيقتين لي ودقيقتين لك هذه جزء من قصيدة كتبتها مؤخرا من أواخر هذه القصيدة بعنوان العبور أقول فيها وقع الغرور بفخ صبح محكم ولثأرنا كان الحساب ثقيل لا ينفع الغاز الغريب سياجه إن ظل سراقا وعاش دخيل وأفاقت الدنيا تعاتب جرحنا والجرح قدس ترفض التدويل والقدس بوح نبوة ما استسلمت يوما لغاز واسألوا جبريلا سجدت جباغ الأنبياء بساحها من سيفها سمع الزمان صليلا لو هادنت كل المآذن جرحها أو جففت كل المنابع نيلا لو قاطعت كل المآذن بوحها سنصير حنجرة الصباح هديلا ما تقطأت هذه المدينة رأسها إلا لتسجد للإله طويل منذ احتلال الأرض صارت قصتي وجعا يباع ويقبل التمويل سنوات نكبتنا تطول وشؤمهم ظلما يدوم ويرتج التطويل طوفاننا موج يدمر دولة رسمت على رمل الشواطئ فيلا لا فضفوك أخثم بقصيدة كذلك كتبتها في خيمة في مجمع ناصر الطبي حين كنت أحتاج أن أبكي في بعض من الأحيان أحتاج أن أضعف وأخشى أن تراني فتيات صغيرات في المشفى فكنت أخاف أقول آهن يا فؤادي وأفئدة الصغار هنا تفطر رأوا شيئا لو استحيا زماني لغير لون دنيانا وأغبر وأخشى إن دمعت بأن تراني فتاة عمرها ملك مدمر وكان الصبح قبل الحرب فيها إذا ضحكت له استهدى وأسفر جمال صغارنا المنهوب تذوي له الأرواح كيف يظل يقهر ويدفن في البيوت بلا انتشال كأن الموت لا يرضيه نقبر كأن الموت لا يرجو سوانا يصلينا ويعبدنا ويفخر نعبئ بالرماد عيون كون رآنا ميتين فما تأثر ولم تكتمل القصيدة أرجو أن يكملها الأبطال في غزة يعطيك ألف عافي دكتورة طبعا لا ننسى أن نترحم على شهدائنا من الحركة الصحفية زملائنا الذين فقداهم في هذه الحرب وهم العدد الأكبر في كل الحروب التي مرت في العالم ربما في السنوات وجميعهم فلسطينيون غزيون نعم ويمنع الآخرون من القدوم إلى قطاع غزة لكن الصوت يصل والصورة تصل في رسالة أخيرة بدقيقة واحدة لكل لأن المعركة ما زالت مفتوحة والجميع من المفترض أنه جزء من هذه المعركة رسالة لكل الزملاء سواء الصحفيين أو الشعراء أو الأدباء في هذا الإطار أقول ما قال نوح في الطفان يا بني يركم معنا ولا تكن مع الخاسرين هذه السفينة ستعبر فقدت أشرع فقدت أجزاء منها غرقت سترمم وتعبر وهذا البحر سنعبره جميعا كما قال مريد البرغوثي سنصعد هذا الجبل سنعبر هذا الطريق الطويل الطويل سنصعد هذا الجبل الشرف والمجد لمن هو معنا والعار والخذلان لمن هو ضدنا ولمن سكت وتوارى وأمسك العصي من النصف أحسنتي ونحن في زمن العبور والعبور لم يبدأ وينتهي في السابع من أكتوبر بدأ في السابع من أكتوبر لكنه لم ينتهي في تلك اللحظة وسيكون عبورا عظيما سيكون هناك ثامن من أكتوبر وتاسع من أكتوبر أنا على ثقة بذلك وسيكون أشد على إسرائيل بيدي إسرائيل إن شاء الله دكتورة سومي أبو عيطة شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به ونتمنى إن شاء الله أيام مباركة وعيدا على الأقل بدون حرب وبدون دماء لأهلنا في غزة ونلتقي إن شاء الله في مقابلات مقبلة شكرا لكم أيضا على حسن المتابعة أعزان المشاهدين في هذا اللقاء الطيب على ضوء القمر أحييكم جميعا وهذه تحيات فريق العمل تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم السلام عليكم ورحمة الله